السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو ديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه? رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض مع بعض اه حل مشكلة ان انت لما تيجي تفتح الفلاشة بتاعتك او تيجي تفتح اي موجود على جهاز الكمبيوتر بتزهر ليك رسالة مزعجة. الرسالة اللي انت حضرك شايفة ديت? ان هو بيطلب منك ان هو يعمل عملية فرومات للفلاشة او للبرتشن بتاعك. فطبعا الموضوع ده هيكلفك ان انت تخسر الملفات اللي موجودة على البرتشن او على الفلاشة. طيب هنحل الموضوع ده مع بعض ازاي? تابع معي الفيديو للنهاية. الخطوة الاولى لحل هذه المشكلة ان انت هتروح رايح على لوحية المفاتيح الخاصة بيك وتضغط على مفتاح الويندوز مع حرف الار. هيزهر معاك اللي هو امر الرن. هتبدأ تكتب في امر الرن سي ام دي. طبعا بعد تحويل لغة لوحة المفاتيح للغة الانجليزية. وبعد كده تضغط على كلمة موافق. هيفتح معاك السي ام دي والصورة دي. فيه طريقة تانية لفتح السي ام دي ان انت تروح رايح على شريط المهام. وتيجي عند خانة البحث. وتكتب برضو نفس الكلام. سي ام دي. هتلاقي ظهر معاك موجه الاوامر هتبدأ تضغط على تشغيل كمسؤول. هيفتح معاك اللي هو السي ام دي. تمام بالصورة دي. طيب اروح الفاتحين بقى جهاز الكمبيوتر بتاعنا. والروح رايحين على اللي حصل فيه المشكلة. اللي هو اللي هو الحرف بتاعه ان. خلي بالك من الحرف بتاع البرتشن. واتعرف ليه. طيب لو انا وقفت على اللي هو برتشن داتا بيز وحاولت ان انا افتحه. تمام? وضغطت على فاتح. هتظهر لي الرسالة اللي هي بتظهر لحضرتك ان هو بيطلب منك الفورومات عشان تفتح البرتشن ده. زي ما حضرتك شايف كده بالزبط. طيب هنكمل مع بعض ازاي? تابع معايا الفيديو. هنرجع مرة تانية للي هو موجه الاوامر اللي هو السي ام دي اللي انا فتحته. تمام? وهنبدأ ناخد الامر البرمجي ده. تمام? هو بتطوى من ايه? اللي هو مسافة. حرف الان اللي هو اللي فيه المشكلة. زي ما حضرتك شايف كده. طبعا اللي عندي فيه المشكلة اللي هو داتا بيز. ده الحرف بتاعه ان. تمام? وبعد كده نوتوتين وبعد كده مسافة وبعد كده شرطة ميلة وبعد كده مسافة وبعد كده حرف الار. طبعا انا هكتب ليك الامر ده ان شاء الله في قلبي صندوق الوصف. كل اللي مطلوب منك ان انت بس تتغير الحرف بتاع اللي فيه المشكلة. يعني انا هنا دوقتي الحرف بتاع البرمجي ده ان. انت هتشوف الحرف بتاع البرمجي اللي عليه المشكلة. وتستبدل الان بالحرف ده. وهتركه لك ان شاء الله في قلب صندوق الوصف. بعد كده هتروح رايح على اللي هو سي ام دي. تقف بيهو المؤشر بتاع الماوس. تضغط كليك يمين. هتلاقي الامر تم لصقه في قلب ايه سي ام دي. كل اللي مطلوب منك في الوقت دوت ان انت تضغط على مفتاح الانتر وتنتظر. هيبدأ سي ام دي يعمل عملية اصلاح للبرمجي. زي ما هارك شايف كده هو عمال يعد تحت اهو. وعمال يعد ارقام. هيبدأ يصلح المشكلة اللي كانت موجودة في البرمجي ويخلصها لحضرتك. وبعد كده تلاقي البرمجي هنفتح معك بمنطقة البساطة. طبعا الموضوع ممكن يطول حسب حجم البرمجي. يعني لو كان البرتشن ده كبير فممكن ياخد مسلا حوالي ساعة ساعة لرب. المطلوب منك في الوقت ده ان انت ما تستعجلش. تنتظر الحديث ما ينتهي. طبعا انا عشان البرتشن بتاعي صغير. فمحتاج بالزبط السبعة وخمسين سانية. لو انا فتحت الوقتي على البرتشن بتاعي. هتلاقيه بالصورة ديت. راحز. هتلاقي البرتشن اختفى. المساحة بتاعته اختفت. ما تقلقش. كل ما في الموضوع ان هو بيعمل عملية اصلاح. واسترجاع للملفات والبيانات اللي كانت موجودة على البرتشن بكاير جاي اشتغل معاك زي الفل ما فيش اي مشكلة. كل اللي مطلوب منك ان انت تنتظر لنهاية. ما تستعجلش خالص. خصوصا لو كان هيتطول معك. اوعى انك تقفل الامر او ان انت تطفيق جهاز الكمبيوتر. ده لو ما نفست الامر تنتظر لحديد ما ينتهي. لو كان آآ كمبيوتر محمول. تمام? تبقى متأكد ان البطارية بتاعته كافية فترة ساعة. لو كان كمبيوتر عادي. فيش اي مشكلة خالص انت بتبقى موصله بالطيار الكهربائي. كل اللي عليك تنتظر زي ما حدرك شايف كده انا معايا قرى بيخلص. فاضل ثلاث ثواني سانيتين. تمام? كده تم الانتهاء من اصلاح البرتشن. وهيفتح معايا بدون اي مشكلة. اروح رايح مرة تانية على اللي هو الان. تمام? اطلعي زي بقى حضرتك بص. رجع ارى تاني المستحب بتاع البرتشن. لو انا فتحت البرتشن. هيفتح معايا بدون ما يطلب مني فرومات. كده زي ما حدرك شوفت. احنا حلنا المشكلة بمنطقة البساطة. مبروك عليك البيانات بتاعتك. ما عملت لاش عملية فرومات. وفي نفس الوقت صلحت البرتشن من المشكلة اللي كانت فيه. طبعا زي ما حدرك شايف كده احنا حلنا المشكلة بامر برمجي بسيط. لو حضرتك استفدت من الفيديو وتعلمت شي جديد. تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. عشان يوصلق منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.